بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية اتنين تابع الوحدة الرابعة الموازنة الشملة ومحاسبة المسئولية نظام محاسبة المسئولية على أساس استراتيجي Strategic Based Responsibility Accounting SBRA ظهر نظام محاسبة المسئولية على أساس استراتيجي نتيجة الحاجة إلى ضرورة ترجمة استراتيجية المنشأة إلى أهداف ومقاييس تشغيلية ليه؟ لتحقيق برامج التحسين المستمر ويتوافر لهذا النظام الـ SBRA العديد من الصور لقياس الأداء أهمها وأكثرها شيوعا بطاقة القياس المتوازن للأداء بطاقة القياس المتوازن للأداء Balanced Scorecard ال-BSC والتي اقترحها كابلن ونورتون عام 1997 لمعالجة مشكلة تحقيق التكامل بين المقييس المالية وغير المالية التي تواجه نماذق قياس الأداء الأخرى وقدمت بطاقة القياس المتوازن للأداء أربع منظورات أو أبعاد هي المنظور المالي Financial Perspective منظور العميل Customer Perspective منظور العمليات الداخلية Internal Business Process Perspective منظور التعلم والنمو Learning and Growth Perspective الشكل التالي يعرض المقارنة ما بين الثلاثة أنظمة لمحاسبة المسئولية والتحول من نظام لنظام النظام الأول كان اسمه نظام محاسبة المسئولية على أساس وظيفي أو مالي النظام التاني نظام محاسبة المسئولية على أساس النشاط أو العمليات والنظام الحالي اللي احنا بنشرحه الآن نظام محاسبة المسئولية على أساس استراتيجي في نظام محاسبة المسؤولية الأول اللي هو على أساس مالي أو وظيفي بنلاحظ أنه أحادي البعد لأنه بيعتمد على المنظور المالي فقط يبقى حننتقل من هذا النظام إلى النظام الآخر اللي هو على أساس النشاط أو العمليات أصبح من أحادي البعد إلى ثنائي البعد لأنه بيأخذ اتنين المنظور المالي ومنظور العمليات الداخلية ننتقل منها إلى نظام محاسبة المسؤولية على أساس استراتيجي أصبح رباعي البعد لأنه بيأخذ الأربع منظورات الخاصين بالBalanced Scorecard اللي هو المنظور المالي منظور العمليات الداخلية منظور العميل منظور التعلم والنمو في النظام القديم نظام محاسبة المسؤولية على أساس مالي كان قائم على الرقابة على الأداء Performance Control ننتقل منه إلى في النظام الثاني اللي هو على أساس النشاط أو العمليات Performance Management إدارة الأداء ننتقل أيضا إلى Performance Management إدارة الأداء في محاسبة المسؤولية على أساس استراتيجي ومن سمات نظام محاسبة المسؤولية على أساس استراتيجي تحديد المسؤوليات ارتباطا باستراتيجية المنشأة رقم 2 تحديد المسؤولية على أساس الفريق التيم 3 زيادة أبعاد المسؤولية إلى أربعة أبعاد تساهم في خلق وإيجاد المزايا التنفسية أربعة أن توصيل استراتيجية المنشأة يتطلب تحديد مجال القياس الذي يجب أن يوازن بين يبال لازم يكون فيه التوازن بين مقاييس الأداء القائدة ومقاييس الأداء التابعة ثاني حاجة التوازن بين مقاييس الأداء الموضوعية ومقاييس الأداء الحكمية ثالث حاجة التوازن بين مقاييس الأداء الخارجية ومقاييس الأداء الداخلية رابع حاجة التوازن بين المقييس المالية والمقييس غير المالية